مساء الخير عليكم يا أصدقائي واليوم الدرس العاشر من تعلم لغة HTML5 اليوم راح نتعلم يا أصدقائي انه شون نبني موقع متكامل راح نبدي أول شي راح نتعلم اليوم بهذا اليوم فقط هذا الدرس هو Navigation Bar Menu اللي هو اللي يكون عبارة عن مجموعة من العناوين وكل عنوان راح ياخذ له إلى صفحة أخرى من الاندكس HTML فدسمية هذا اليوم هو اسمه Navigation Bar راح نشتغل عليه بلغة HTML وبنفس الوقت يحتاج انه نعطيه ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم أصدقائي رجعنا وياكم إلى سلسلة دورة تعلم لغة HTML اليوم راح نسوي Navigation Bar بشكل أفقي فكل ما هنالك أروح على فايل الاندكس HTML مثل ما تلاحظون انه أنا معرف سابقا الخطوط الفونت مختار ومختار أيضا رابط مال الفونت أو سمال الايكونات مثل الانستغرام والفيسبوك أو اليوتيوب أو أي ايكون اريد احتاجها مثلا أيضا فايل او اللينك مال الستايل شيت اللي هما CSS3 اللي هو هذي يا أصدقائي موجودة أمامنا وعدنا الفايف ايكون لينك اللي هي العلامة أو اللوغو الفوق اللي موجود بصفة title اذا تلاحظون يا أصدقائي فخطر ان اليوم نسوي Navigation Bar خطر انه نشتغل على ال Navi Bar فكل ما هنالك يا أصدقائي هو يحتاج انه نكتب ال-U-L نحتاج ال-U-L هي القائمة الغير مرتبة مثل ما تلاحظون اللي أخذناها بالدروس السابقة ويحتاج انه أيضا list item يعني بداخل العناصر ونخليها فنكتب مثلا كلمة home ونختار أيضا list item مثلا لل-about كلمة ال-about مثلا بعدش يحتاج انه مثلا list item لل-blog مثلا يحتاج انه مثلا list item ال-contact نقدر أيضا نضيفه هواية من الليستات عادة يا أصدقائي عادة لو سيفنا احنا هنا راح تطلع بشكل قائمة غير مرتبة أمامنا مثلا ماذا تلاحظون أمامكم فنحن خاطر انه نسوي ال-navigation bar يحتاج يكون ذني الأسماء ال-home وال-about عبارة عن link فاحنا تعلمنا بالدروس السابقة اذا ريد نحولها الى link فيحتاج نخلي tag ال-a اللي هو لل-link وهنانه اخلي داخل ال-href بما انه انا ما عندي link بعدني فاخلي هاشتاك بعدين ارجع له وهنانه بداخل tag-mall-a اكتب كلمة ال-home فلو سيفنا هنا راح يطلع علامة ال-home بشكل link فاحنا بال-navigation لازم بكل العناصر اللي موجودة قدنا هنا يا أصدقائي هي من نوع list item وايضا بداخل هاتاك ال-link وبكل هنا راح نخلي hashtag بالبداية لانه وبعدين راح نستدعي من يصير كل list او كل يعني ما نكون ادنى لل-home صفحة خاصة لل-about صفحة خاصة لل-block صفحة خاصة خاطر ما نيضغط هنا نقليك ينتقل على الصفحة الاخرة فهاي حتى يعني نبلش انه نبلش نسوي build website يعني انه ننشئ website متكامل فاستمروا وياي وحاولوا انه ما تضيعون فرصة وتركزون وياي هنا نخلي block نقدر نضيف ايضا هنا بالcontact كذلك اي ونخلي hashtag وهنا راح نخلي كلمة الcontact للتواصل مثلا تقدر نضيف مثلا surface, portfolio كل الاشياء اللي تريدها انت بالnavigation bar ما لتك يا اصدقائي فهاي كلها تشوفوها هسه صارت عدنا لستة غير مرتبة استخدمناها بلغة الHTML يبقى حاضرا نجملها ونرتبها ويصير عدنا بشكل شريط اهنا امامنا فيحتاج الروح للستايل ونبلش نبدأ نشتغل فاول فقرة خلي اشتغل على الUL نفسه القائمة الUL ونفتح tag, 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 غلق يا اصدقائي اهنا بالUL ايش رح يصير مثلا لو ردنا نلغي هذه النقاط اللي امامكم لو ردنا نلغي هذه النقاط يعني عدم وجودها اهنا فراح نخلي انه list item اكو شي اسمه list style type ونقولها طفيننا اياها خلينا اياها none اوكي لو اجي سيفة اهنا راح اتعدي النقاط اللي موجودة مثل ما تلاحظون امامكم بعد اريد اخلي لها ايضا background color اقول لها background color background color اريد مثلا امطيني اي نوع مثلا راح اخلي هاشتاغ 333 مثلا وجه اسيف فصار ادي بهذا اللون يا اصدقائي بعد نخلي margin نقول لها انه margin ترى والbaiting لا تلعب لنا به خليه هو من نوع صفر اوكي خاطر انه هنانا شفتو انه صار يعني لو لغيت هسا المارجن من جديد وجه اسيف راح تشوفون اكو الفوارق اذا شوفون فهسا ذا اقول لها margin انه خليلي المارجن صفر لانه اريد ااني اه على حج هنانا او هاي صفر اريد الي فوق يعني بحيث هاي هنانا ماكو ادي فراغات فنفس الوقت ايضا اريد اقول لها الbaiting هايضا انه الbaiting هم خليليها صفر ال ul انه ما اتلاعب بالهاي صارت هسا من هذه الجهة يعني انه ماكو فراغات ما بين الbaiting لو تلاحظون هسا لو نلغيها مرة اخرى وتقول سيف راح يجيب الوسط اكو هنانا عدنا madeing فراغ فانخلي baiting من نوع صفر ايضا ولو نسيف راح تجي عدنا في الاخير عدنا بعد انه نضيف ايضا اليوم style جديد اسمه overflow هذا ال overflow يا اصدقائي نخليه من نوع hidden نخليه من نوع hidden خاطر يتعرف في البراوزر انه احنا نشتغل navigation bar هسا احنا من ul كملنا يحتاج انه نروح على list item فعدنا هنانا بالlist item عدنا احنا ال all e وعدنا بداخله حرف ال a متفقين لانه بكل list احنا اختارينا بكل list تلاحظون بكل list وعدنا tag a هميان اللي هو link خاطر نشتغل احنا على link ايضا فاول فقرة نسوي نغير اللون color نختاره ابيض اوكي نقول له white فهذا يبين عندنا بهذا الشكل حلو بعدش تعلمنا تعلمنا عنا text decoration text decoration بال a اذا قلنا له ايضا none راح يروح للخطوط ايضا تحت ال اسفل الكلمات فراحن هسا بعد الخطوط بعض الشي يحتاج تعرفنا انه احنا نخلي text align من نوع center هاي اخذناها هميان style سابق اذا وضعت ليها بكل بكان بال center بس خاطر اخلي واحدة بصف اللوخ اهنانه بال list item لل a اهنانه راح اخلي baiting لا تخربطون ما بين baiting mine لل ul هذا ال ul اشتغل على هذا البلوك كله اما هسا انا راح اشتغل ما بين هاي وهاي هاي وهاي ما بين الفرغ ما بين ال whom وال about وال about والبلوك والبلوك وال contact هنا راح يشتغل ادي الفرغ مالته فراح اخلي مثلا 15 pixel من ناحية top وال height او top وال bottom وراح اخلي 16 او 15 ايضا pixel ونحصل لل 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 و ال right فهنا صار اكو فرغ بس اشتغلي بداخل هذا البلوك بعد شو تحتاج يا اصدقائي نحتاج انه هنا اكو فقرة او style جديد خاطر انه يرتبها بشكل افقي اكو شي اسمه display display بيه عدة انواع بين inline بيه inline بلوك هنا احتاج اني من نوع بلوك اوكي لو اجي اسيف فظهر ادي بهذا الشكل يا اصدقائي طبعا هو ظاهر ادي بهذا الشكل لكن لو نكبر راح تشوفو انه هنا اظهر هسا خاطر رتبه بعد بشكل ارتب و اجمل فيحتاج انه هنا نقول له يا بترى انت خليلي للليست البحتها لال اي بحتها نحتاج انه شي اسمه float الفلوت هو انه يقدر يحدد لي هنا انه شون اخلي اخلي بشكل left لو رايت لو خليت فرضاً left واجي اسيف راح يظهر ادي بهذا الشكل يا اصدقائي اذا خليت الفلوت right اذا خليت الفلوت right هذا يستخدم اش وقت لما يكون عندي الموقع باللغة العربية فيحتاج انه تكون الرئيسية مثلاً الرئيسية هنا عندنا about يعني معناتها نبذى عن البلوغ المقالات التواصل او الاتصال بينا مثلاً فيصير من نوع float right فاحنا هنا بما انه احنا نشتغل بالانجليزي فيحتاج انه float multi left واجي اسيف بعد شنريد انسوي مثلاً بعد انه شي يحتاج انه نسوي اذا ردنا نضيف خاطر انه يبين انه شغلنا حلو فنضيف hover مثل ما اخذناه بالدرس السابق نقول لها li للا اوكي li للا ونخلي double نقطة hover hover يعني خاطر يبين لي انه السهم وان دا يروح فاقول لها من نوع hover وافتح تاك فتح وتاك غلق واخلي background فرح اخلي background color red مثلاً لون احمر اوكي متفقين سيئة بس انا انا من اروح بالسهم اش رح يطلع لي على الهم لو خليت السهم على الهم وحيطلع باللون الاحمر فهي واحدة من الفكرة الجميلة ال about باللون الاحمر ال blog باللون الاحمر ال contact باللون الاحمر زيان اذا ردنا نخلي نرتب فد يعني نقول له انه الهم ترا هي الرئيسية مالتنا وهالا الصفحة واخليها باقية باللون الاحمر فاش اخلي اروح للقائمة multi واروح هنا اضيف يم الهم اضيف فد class معين هذا الكلاس اسميه تسمية الهم او اسميه من نوع active يعني انه بقي نشط عليه او اخليه كلمة هوم اوكي انه هذا الكلاس اسميه هوم واسيف بالstyle اهناش يحتاج خاطر انه اثبت عليه background ثابت فاقول dot home يعني انه ال dot ياخد للكلاس فاحنا سميته انه للكلاس multi انه ترا اريد بس الهم حطلي background عليه ثابت احمر انه ما يتغير خليه لونه red اوكي واجي اسيف فمن سيفت رح يبقى ثابت عدي اللون احمر لكن اذا انتقلنا على البقية يشتغل لون احمر ايضا نقدر طبعا نغير غير لون نقدر نغير غير لون حطر انه يكون ارتب مثلا golden read golden rude مثلا اللون الاصفر لو تلاحظون صار عدنا مثل ما اذا تشاهدون امامكم لو نكبرها الشاشة فصار عدي navigation الان بهذا الشكل في هذا الدرس خاطر ما نعقدها عليكم ونبسطها عليكم انه هو صار شغلنا فقط style وفقط html وكلها ذني احنا ما اغضيها يا اصدقائي فخاطر انه ننتقل ان شاء الله للدرس اللاخ اذا ضفنا مثلا logo او ضفنا فاد ايكونة نقدر طبعا بالامكان انه نضيف ايكونة معينة من خلال انه تروح على خانة الايكونات بس يحتاج لك تكون list هنا انا وبداخلها نضيف الايكونة فخلي نشاهد مثلا لو نلاحظ ناخذ مثلا ايكونة الفيسبوك او اي ايكون او ايكونة الانستجرام مثلا هاخذ الايكونة ما للانستجرام واضعها اهنانة مغضية هاي طبعا بالدرس ما للايكونات اللي ما يعرف هذا الدرس ما للايكونات موجود عندنا في الدرس الثالث من من تعلم سلسلة لغات السي اس اس ثري راح تلقون بي موجود شي مكتوب عن الفونت او سم ايكون فلو راح اسايف اهنانة فراح يظهر ادي الايكونة ما للانستجرام ويحتاج ايضا انضيف كولر اهنانة ليش ما اشتغل ادي لانه اهنانة انا حاط حرف الاي لو اضفت اهنان حرف الاي تاق الاي وبداخل تاق الاي راح اخلي الاي راح يشتغل عدي بشكل مرتب لو تلاحظون يا اصدقائي لو غلقنا اهنانة الاي واجي اسيف راح يظهر مثل اللي موجود امامكم اذا تشوفون فظهر عدي خانة الانستجرام يا اصدقائي تقدرون تخلونه هواية هواية من الايكونات اهنانة تريدون تخلون ايضا ايكونات السيرت اتمنى استفادية من هذا الدرس يا اصدقائي واتمنى متهم صعب عليكم وكتبوا لي بالتعليقات شون الاشياء اللي فهمتوها من هذا الدرس وشون الاشياء اللي ما فهمتوها وصعب عليكم خاطر نجي نتناقش عليها بالميتنج ان شاء الله القادم يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء تحياتي لكم واخوكم عبد الرحمن موفقين ان شاء الله مع السلامة شكرا